بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحمد زهران يحييكم من جديد وإحنا بنكمل كلامنا عن الأناتومي of the vertebral column في الحلقة اللي فاتت تعرفنا مع بعض على السيرفايكل سيجمينت of the vertebral column وتعرفنا كمان على موقع السيرفايكل سيجمينت جوه الرأبة وعرفنا الأناتومي of the neck اللي يهمنا جدا علشان يساعدنا بعد كده وإحنا بنتعرف على السيرفايكل سيجمينت of the vertebral column تعالوا النهاردة ننزل تحت شوية ونتعرف على الجذع الرئيسي اللي موجود في ال vertebral column واللي مسؤول عن حمل الجسم أو إنه هو يشيل وزن الجسم وأهلا بيكو في حلقتنا النهاردة عن الثوراكو لامبر سيجمينت of the vertebral column طبعا في الأول بحب أقول إن الصور اللي موجودة في المحاضرة النهاردة كلها متاخدة من موقع KenHub وده زي ما قلنا قبل كده ده موقع فيه صور جميلة جدا للنيورو أناتومي ومش بس النيرو أناتومي ده كمان فيه صور لكل الأناتومي بتاع الجسم لكل طلبة الطب اللي هم حابين يتعرفوا على الأناتومي هيلقوا الموقع ده مفيد جدا جدا لما تكلمنا في الحلقة الأولى خالص وعرفنا إن واحدة من أهم الوظائف بتاعة العمود الفقري إنه يشيل وزن الجسم يسابورت الجسم بصراحة المنطقة التي تقوم بهذا الدور بشكل كبير جدا هي الثراك ولمبر سيجمنت علشان كده أنا جمعت الثراك سيجمنت واللمبر سيجمنت في حلقة واحدة لأن وظفتهم تكاد تكون متشابهة طب هو السيرفايكل سيجمنت مش بتشيل وزن الجسم بتشيل برضو بس خلي بالك السيرفايكل سيجمنت بتشيل إيه يعني بتشيل الجمجمة بس صح ولذلك فهي ليها فونجشن مختلفة شوي هي دورها في الآخر بصراحة إنها تشيل الجمجمة وده حملة مش كتير لكنها دورها إنها تعرف تحرك الرقبة بقى تبص يمين وشمله فوق وتحته وكلام ده فهي بتخدم فقط على الجمجمة صح ولا إيه ده السيرفايكل سيجمنت لكن لما جا تكلم بقى على الجسم الثوركس الأبدومن مين بقى اللي بيشيل كل الوزن بتاع الجسم دوت ها هو مين هو الثوراكو لامبر سيجمنت أو فيرتيبر الكولوم وكنا عرفنا مع بعض إن الثوراسيك سيجمنت أو الدورسل سيجمنت أو فيرتيبر الكولوم كانوا كام فيرتيبري كانوا كام 12 فيرتيبرة مظبوط ولا إيه واللمبر كانوا قدي إيه كانوا خمسة خمسة لامبر فيرتيبري تعالوا النهاردة نبدأ إن إحنا نتعرف على الثوراسيك فيرتيبري واللمبر فيرتيبري نعرف الأشكال المختلفة للثوراسيك واللمبر فيرتيبري اللي هتساعدهم إن هم يقوموا بوظيفهم وفي الآخر برضو هنتكلم عن إيه عن موقع الثوراسيك فيرتيبري واللمبر فيرتيبري في الجسم علشان حاجة ممكن تساعدنا مستقبلا لو إحنا عايزين نعمل إيه Surgical Approach للثوراسيك أو اللمبر فيرتيبري يلا بينا نبدأ وأول حاجة هنتكلم عن الثوراسيك فيرتيبري أول حاجة تلاحظها في الثوراسيك فيرتيبري طبعا إنت تعرف إن أم 12 فيرتيبري إن هم موجودين فيين اللي هم موجودين في منطقة الثوراكس اللي هي منطقة الآيه الصدر منطقة الثوراكس المونتات الثوركس دي المفروض فيها ايه والله المفروض فيها قلب ورئتين مش كده ولا ايه فهو المفروض الثوراسيك فيرتبري بتسابورت الثوركس بما فيه بقى من ايه من احشاء مهمة اللي هو القلب والرئتين غير طبعا الاوعية الدموية المهمة والكلام ده تمام خلينا نتكلم كأناتومي أو the vertebral دلوقتي اول حاجة لاحظتها بالنسبة للثوراسيك فيرتبري طبعا انه هو موجود في مونتات الثوركس هو وجود الرب كيج القفص الصدري ايه القفص الصدري ده عبارة عن ضلوع عظام كده عاملة زي الواخدة كيرفز كده مسكة من وراء القدام مسكة من قدام في عظمة كده اسمها الستيرنم مش مهم مش فعلها معايا وهذه العظمة الكيرف ده بيلف من قدام لوراء علشان يمسك في مين وراء مين اللي موجود وراء وبيسابور ايوة بالضبط بيمسك في الثوراسيك فيرتبري حضرتك يعني الرب كيج عايز تقول ان الرب كيج ده عبارة عن قفص من العظام معمول من ضلوع الضلوع ده عبارة عن عظمة رؤياء رفيعة كده بتلف من قدام لوراء مسكة قدام في عظمة اسمها الستيرنم وبترجع لوراء تمسك في مين تمسك في نجم حلقتنا النهاردة اللي هو الثوراسيك فيرتبري يعني معنى كده ان الثوراسيك فيرتبري زي ما هنشوف في حلقة النهاردة مش بس بتمسك ببعضها لا ده واضح ان هيكون فيه اتصال مباشر ما بين الثوراسيك فيرتبري والربز الله يعني في مفاصل ما بين الثوراسيك فيرتبري والربز ايوة وده اللي هنشوفه النهاردة يبقى دي اول معلومة خدت بالي منها بالنسبة للثوراسيك فيرتبري اللي تفصلها عن اي حد وتفرقها عن اي حد خالص وجود الربز القفص الصدري والضلوع المشاركة في القفص الصدري اللي بتربط ما بين الستيرنم والفرتبري وهذه الضلوع طبعا دورها انها تحمي الثوركس والقلب والرئة وكلام ده لكن انا اللي يهمني وانا بتكلم كأناتومي of the spine ان هذه الضلوع على اتصال مباشر وعمل مفاصل مباشرة مع الثوراسيك فيرتبري ويلا بينا نتعرف على الثوراسيك فيرتبري الثوراسيك فيرتبري فيرتبري عادية بقى ده احنا حتى لما جينا نتكلم عن general anatomy of the vertebra جبتلك ثوراسيك فيرتبري قلتلك تعلم منها المنظر الرئيسي تعالي نعرف ايه الثوراسيك فيرتبري والله ايه فيرتبري عادية عبارة عن ايه عضم بيحوط central spinal canal من كل الاتجاهات صح ولا ايه صح تمام والله في عضمة كبيرة قدام spinal canal سمتها ايه حضرتك والله سمتها body ده الجسم بتاع الفقرة البادي حيل وجد حيل وجد طيب على جنبين الفقرة هنا في ايه اه ده ايه فاكر ايه اه ده pedicle الله فاكر الpedicle بتاع typical cervical vertebra ده كان غلبان قوي ده طب فاكر الpedicle بتاع سيه سبعة اللي كان تخين شوية واللي حتى كان اغراني كده ان انا اركب مصمار فيه بص بقى على الpedicle بتاع الثراسك اه 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 ده pedicle كبير قوي ايه اه 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 اعايزين نركب مصمار بقى مش قادر عايزين نركب مصمار بص الpedicle قد ايه حتة pedicle ها ثراسك سبعة عليها حتة pedicle بدأ يبقى pedicle كبير pedicle محترم pedicle بيربط البادي بتاع الثراسك فيرتبري بالجزء الخلفي مممممممممM طيب ماشي مما انا كده عرفت فيه بادي قدام ال smiling channel وفيه على الجنبين the pedicle of the thoracic vertebra عجع علي الورا لقيت مين لقيت لمنا عادي جدا طيب اللامنا دي خارج منها ايه من ورا خالص والله خارج سباينس بروسس صح خارج سباينس بروسس بس هنا بقى ليه وقفة السباينس بروسس بتاع الثوراسيك سباين ليها شكل معين وواضح وصريح ممكن جيبت سرته الحلقة اللي فاتت الثوراسيك سباين السباينس بروسس بتاعها is very long very sharp وإيه تاني والdirection او الوريينتيشن بتاعه باصس باسترو انفيرير باصس لتحته وورا بص المنظر ده منظر واضح وصريح ده الشكل اللي يخليك تعرف ان ده ثوراسيك سباين شوف السباينس بروسس وصل لحد فين ياه شوف الجمال شوف الجمال ده انت حتى لو بصيت على الثوراسيك فيرتبري وهم جنب بعض كده يا لو جبت ثوراسيك فيرتبري كده حطهم جنب بعض بص على السباينس بروسس بتاعتهم عامل ازاي تلاقي ان السباينس بروسس نازل يعني مثلا بص على الصورة دي بص على السباينس بروسس مثلا بتاع سبعة هتلاقي السباينس بروسس تاع سبعة ده مواجه للبادي بتاع ثمانية اللي تحتيه طب السباينس بروسس تاع ثمانية تحس ان هو ايه في نفس الليفل بتاع البادي بتاع تسعة اللي تحتيه شوف هو النازل اللي تحت ازاي هو دي الفكرة ان هذا السباينس بروسس بتاع الثوراسيك فيرتبري مش طالع الورا لا ده نازل اللي تحت ونازل جامد كمان لدرجة ان الليفل بتاع التيب بتاع الثراسك يواجه البادي بتاع الليفل اللي تحتيه وده يتخاصية مهمة جدا للسباينس بروسوس بتاع الثراسك يبقى احنا عارفنا البادي عادي جدا بادي كبير على فكرة طبعا لازم نقول انه هو بادي كبير اكبر طبعا من السيرفايكل لان انا خلاص نزلت على منطقة الثراسك بادي كبير قدام السباين الكنال على الجنبين عندي البيديكل الكبيرة الضخمة الحلوة المغرية وراها مين وراها اللامنة خارج من ورا اللامنة السباينس بروسلا وزي ما قلنا ايه نازل تحته والورا كده زي ما احنا شايفين وعلى الجنبين عندنا مين عندنا ترونسفيرس بروسوس عندنا مين عندنا ترونسفيرس بروسوس بس لو تلاحظ برضو من عند البيديكل كده هنا مفيش بقى لاترال ماس زي السيرفايكل اللي هي اللاترال ماس اللي فيها بقى السوبيرو انفيرو فاسدس لا احنا عارفين بقى هنا بقى ان السوبيرير والانفيرير فاسد بيبقوا خارجين من الجزء اللي علاقة بالبيديكل كده عامل لي حاجة اسمها سوبيرير ارتيكيلر فاسد وانفيرير ارتيكيلر فاسد سوبيرير ارتيكيلر فاسد وانفيرير ارتيكيلر فاسد وزي ما احنا عارفين كده اللي هو اللي فيه بينهم بقى البارز انتر ارتيكيلر السوبيرير ارتيكيلر فاسد تاع كل فقرة بيرشأ في الانفيرير ارتيكيلر فاسد على الفقرة اللي فوقيها أو كذلك الأنفيري ارتكيلار فسد بيرشأ في الأنفيري ارتكيلار فسد ت lie تحتها ولكن أنا أعيز هنا أنك تركز في حاجة مهمة جدا الأورينتيشن بتاع الفسد جوينت أفاكر في السيرفايكا الفرتبري كنا قلنا أن الأورينتيشن بتاع الفسدل إزاي السوبيير ارتكيلار فسد بصص لفوق والانفيري ارتكيلار فسد بصص لتحت صح? بصيلي بقى في الثوراسي فيرتبرا كده بصي بقى السوبيير أرتيكيل 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 أرتيك فاسد باصص الوراء والانفيرير فاسد باصص لقدام ده بنسميه ايه بنسميه زي كورونا الوريينتيشن كورونا الوريينتيشن الله 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 يبقى احنا بدأنا نتعرف بصراحة على الاسباين الفراسك فرتبري احنا عارفين حاجات كتير عارفين الاسباين الكنال عارفين البدي الكبير الجميل على قدام الاسباين الكنال عارفين البديك الكبيرة الحلوة المغرية على جانباي الاسباين الكنال عارفنا اللامنا وعارفنا الطوير المدبب وعرفنا الترانسفيرس بروسس وعرفنا كمان السوبرير والانفير المربوطين بالPars وعرفنا بتاع الفاسد ان السوبرير ارتكيلر فاسد بواصس لورا والانفيرير ارتكيلر فاسد بواصس لقدام بس لو تلاحظ في حاجة غريبة كده موودة برضو على البادي والترانسفيرس بروسس بتاع الفيرتبري لأ بصدي بقى هنا عشان حديدي مهمة جدا انت شايف ايه شايف فاسد تانية يعني انا عارف ان انا عارف ان فيه سوبرير ارتكيلر فاسد وان فيه ارتكيلر فاسد دول انا عارفهم وسامع عنهم كده بس فيه فاسد تانية موجودة كده او اشكال فاسد كده موجودة عند البادي والترانسفيرس بروسس طبعا انت عارف دي ايه ولا ايه مش احنا لسه جايبين سينتها ايوة ده المكان اللي بيلتقي فيه الريبز بتاعة الريب كيج الريبز اللي بتلتقي فيه بالايه بالفرتبري مش احنا قلنا ان في الثراسك فرتبري ما يخصها بقى انها موجودة فين موجودة في منطقة الآيه ثوركس اللي فيها الريب كيج اللي فيها القفص الصدري عبارة عن ضلوع ما ماشية من قدام له وراء ماسكة قدام في الاسترنم وراجعة الوراء ماسكة فين ماسكة في الفرتبري ماسكة فين في الفرتبري عن طريق فاسد جوينز الفاسد جوينس ديت بقى ايه اتصال مباشر ما بين الايه ما بين الربز والايه والفرتبري فنلاحظ ان فيه ها حاجة بنسميها كوستال فاسدس كلمة كوستال يعني ربز لما اقول كلمة كوست او كوستال او كوستو يبقى انا اقصد هنا ربز خلاص تمام فعندي في الاول لقيت ان فيه سوبيرير كوستال فاسدس اللي هي مسكة في الجزء العلوي من الفقرة سوبيرير كوستال فاسدس وفيه انفيرير كوستال فاسد مسك الفقرة من تحت سوبيرير كوستال فاسد وانفيرير كوستال فاسد السوبيرير كوستال فاسدس دور اتنين واحد عند البادي واسميه كوستو فرتبريل فاسد اللي هو التقاء الربز بالايه بالبادي اوف دا فرتبرا كوستو فرتبريل فاسد وفيه كمان ودي حتة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا في الجراحة بقى فيه كمان فاسد ما بين الربز والترانسفيرس بروسس وده اسمه كوستو ترانسفيرس فاسد ارجع لي بصيلي على الصورة دي بص المنظر الجميل ده ده ايه ده ده الربز وهي منتصلة بالثوراسيك فيرتبرا اه فعلا ده الرب فعلا ماسك فيه جزء منه ماسك في البادي ده حقيقي فعلا اللي هو جزء اللي قداماني دوت ماسك في البادي وعمل لي حاجة اسمها كوستو فيرتبرا الفاسد لكنه هو بيلف وراجع لورا برضو حصل اتصال بينه وبين الترانسفيرس بروسس عشان يعمل لي ايه عشان يعمل لي كوستو ترانسفيرس فاسد كلام محترم جدا جدا طيب هنا فيه سؤال مهم هو احنا عندنا كم رب عندنا اتناشر رب اتناشر رب والله تتصدق ان الكلام فعلا متناسق ان انت عندك اتناشر رب وعندك اتناشر فقرة فمعنى كده ان كل رب ليه علاقة بفقرة برافو عليك ما هم اتناشر سيجمنت او اتناشر فيرتبري على اتصال باتناشر رب الفقرة اللي مش متصلة برب مش تبعنا يعني انت لو عايز تعرف انت في ثوراسك سيجمنت ولا لامبر سيجمنت ولا سيرفايكال سيجمنت هتعرف تفرق بينهم ازاي لو انت مش جايب الصورة من فوق لتحت بص على الربز الفقرة المتصلة برب ثوراسك الفقرة اللي مش متصلة برب تبقى ايه مش ثوراسك يعني مثلا لو انا مش عارف الفقرة اللي قدامي دي سي سبعة ولا تي وان هفرق ازاي مين فيهم اللي فيه رب يا باشا تي وان خلاص يبقى دي تي وان سي سبعة مفروض ما فيهاش رب طب لو انا مش عارف افرق دي دي 12 ولا الوان هتفرق ازاي برضو بص على الربز تي 12 هي اللي متصلة بضلعة ومتصلة برب واللمبر طبعا ما فيهاش رب وبالتالي فوجود الرب كيج حاجة كاركترستيك للثوراسك فرتبري 12 رب ل 12 فرتبرا وعرفنا دلوقتي ان في حاجة اسمها كوستو او كوستو الفاسد اللي بتربط الفرتبرا بالفاسد عندنا كوستو فرتبرا الفاسد في البادي من فوق على الجنب من فوق كده وكذلك عندنا كوستو ترانسفيرس فاسد بس خل بالك من حاجة انت شايف ان فيه انفيرير كوستو الفاسد برضو يعني حاجة مسكة في البادي من تحت ده ايه الانفير كوستو الفاسد ده ده غريب قوي ده ايه ده ايه الانفير كوستو الفاسد قالك اه ده الرب اللي بتاع الفقرة اللي تحتية يعني لو انا مثلا اقول مثلا ان ده ثراثك تمانية مثلا الرب رقم تمانية هيعمل اتصال بالbody والtransverse process العادية اللي هو superior coastal facets الرب رقم تمانية هيعمل فيه لكن الرب رقم تسعة بتاع الفقرة اللي تحتية هيعدي يديني بوسة كده هيلف لفة كده هو بيلف كده يروح مديني بوسة كده فيعمل لي حاجة اسمها ايه inferior costo vertebral fast يبقى الانفير costo vertebral facet دي مين اللي عملها عملها الرب بتعليف للي تحتية بص على الصورة دي برضو الصورة دي هتوضح لك الدنيا جدا شوف كل فرتبرة على اتصال هنا بايه باثنين ريبز على اتصال باثنين ريبز الاساسي هو الرب بتاع الاساسي هو الرب اللي يحمل نفس رقمها لو انا مثلا دي تي تمانية يبقى ده الرب رقم تمانية ماسك فيها فين من الجزء العلوي من الفقرة عامل superior costo vertebral facet و costo transverse facet اتفقنا؟ لكن برضو الرب اللي بتاع الفقرة اللي تحتية ما عدي علي من تحت كده عامل لي inferior costo vertebral facet طب هنا بقى ممكن يجي سؤال زكاء هو انت ممكن تفرق ما بين التي تماشر ببقية الثراسك فرتبري هقولك اه لان التي تماشر اللي هي اخر ثراسك فرتبرا المفروض انها ما عندهاش ايه؟ inferior costo vertebral facet لان ما فيش ريب تحتية هيخبط فيها الله يعني الفقرة رقمتي 12 عندها superior costo facets بس اللي هو الكوستو vertebral من فوق والكوستو transverse لكن ما فيش inferior costo vertebral facet لان ما فيش ريب في الليفل اللي تحتية يخبط فيها يلا معلومة على الماشي الله عالكلام الجميل الله عالكلام الجميل ده احنا كده خلصنا على فكرة ثراسك فرتبرا عبيضة جدا يبقى الثراسك فرتبرا اللي هي الفرتبرا اللي موجودة في الثراسك سيجمنت وهم 12 فرتبري اهم كاركترستيك في المنطقة دي هو وجود الريب كيج والاتصال المباشر ما بين الريبز والثراسك فرتبري وعمل لي حاجة اسمها coastal facets زي ما هنشوف الفقرة عبارة عن ايه؟ عادي جدا spinal canal قدامها body كبير pedicles على الجنبين كبيرة من وراء لامنة وبعدين spinous process مدببة وبصة لpostro inferior على الجنبين transverse process وعندك superior inferior facets superior inferior articular facets بينهم pars inter articularis وعرفنا orientation تاع facets اللي هم superior facet باصس الوراء والinferior facet باصس لقدام تمام تمام عرفت كمان ان في عندنا coastal facets اتصال مباشر ما بين الريبز والفرتبري عن superior coastal facets اللي هي superior coastal facets اللي هي costo vertebral facet وcostal transverse facet ومن تحت كمان عندنا inferior costo vertebral facet اللي هو التقاء الريب اللي تحتية بالفقرة اللي احنا موجودين فيها وبالتالي عرفنا كمان ان معنا كده ان الفقرة الصدرية رقم 12 مذهاش inferior costo vertebral facet بص المنظر الجميل كل الفقرات عندهم superior inferior costo vertebral facet معدها 12 ما عندهاش inferior costo vertebral facet ليه باشا الله ينفيش شريب تحت يا حضرتك كلام قمة قمة في المتعام طيب الفقرات دي حضرتك مسكة ببعض ازاي بقى كالعادة زي ما احنا متعودين ازاي الفقرات دي مسكة ببعضها سهلة جدا اول حاجة عندي intervertebral disc مش كده ولا ايه عندي intervertebral disc يربط البادي بالبادي تمام رجعت الورا عندي الفاسد جوينت superior inferior facets بيمسكوا بقى في الفقرات الايه المن بعض وهنا يمكن الشكل العام بتاع الorientation بتاع الفاسد اللي هو ان superior facet بصص الورا ماسك في inferior فاسد له بص لقدام ده بيخلي الفقرة الفقرات الصدرية ليه لان الorientation بتاع الفاسد يمنع كده يعني الorientation بتاع الفاسد عمل ازاي واحد بصص لقدام واحد بص لورا فانت حضرتك هتتزحل ازاي دول المسكين في بعض وقفشين ببعض قفشة جامدة فصعب جدا ان الثراسك فيرتيبري يحصل فيها بسبب الorientation بتاع الفاسد فده بتاع الفاسد جوينت بيخلي برضو الفقرة سبتة جدا خد بالك برضو ان وجود الربز وعملة الكوستو فيرتيبري الفاسد اللي موجودة سواء كوستو فيرتيبري أو كوستو ترونس وكلام ده ده برضو بيزود ثبات الفقرة ده طبعا بيزود ثبات الفقرة وبالتالي فانت تلاحظ ان الثراسك فيرتيبري تعتبر اكتر الفقرات ثباتا اكتر سيجمنت ثابت اكتر سيجمنت ستيبل في الفرتيبري هو الفراسك الفرتيبري من غير كلام ليه السيجمنت دوت في انتر الوريونتيش بتاع الفاسد جوينت يمنع تزحلق وكذلك وجود الربز يعني كمان انت مش بس عندي فاسد ودسك لا ده كمان في ربز مسكة وبتقويني وبتدعمني وبالتالي في الفقرات فعلا الفقرات صدرية ثبتة جدا نادر اوي انك تشوف تزحلق في الفقرات الصدرية نادر اوي انك تشوف انزلق غضروفي في الفقرات الصدرية حاجات نادرة ليه لان هذه فقرة ثبتة ثبتة من كل حاجة ثبتة بالانتر فيرتبر ديسك ثبتة بالفاسد والوريونتيش بتاعها ثبتة بوجود الريبز غير طبعا ان فيه لجمينتز من غير كلام انتير لونجوتيني للليجمينت وبصير لونجوتيني للليجمينت ولجمينت انفلافم وانتر ترانسفيرس لجمينت وانتر سباينس لجمينت وسوبر سباينس وكل الكلام الحلو ده لكن معلش مش بس الليجمينتز او انا ما باعتمدش بالاساس بس على الليجمينت لأ ده انا عندي كمان غير الدسك عندي الوريونتيشن الرهيب بتاع الفاسد جوينت اللي بيمنع تزحلق الفقرات وكذلك عندي وجود الريبز والكوستال برضو بيساهم في ثبات الفقرات الصدرية كده يبقى احنا اعتقد غطينا جزء مهم في الفقرات الصدرية برضو عايزك تبص على المنظر ده المنظر ده ده الصور دي اتخذة من موقع اسمه قاناتومي ستاندرد برضو موقع حلو جدا برضو بص وارد لك شكل الفقرات الصدرية واخد الكيرف الفقرات الصدرية ممكن هيبقى فيه حلقة بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها البيوميكانيكس ودي مهمة جدا جدا حلقة البيوميكانيكس دي بس لما نخلص الفقرات ونفهمها كلها واخد بالك ان الفقرات الصدرية وهم فوق بعض كده منظر الفقرات فوق بعض لو دي بص على ناحية الشمال من الصورة كده هتلاقي ان الفقرات كل لما بتنزل لتحت كل لما الbody of the vertebra عمال يبقى أطخم شكل الهرمي لان انا كل لما بنزل لتحت كل لما وزن الجسم عمال يزيد كل لما متطلباتي ان انا اشيل وزن الجسم تزيد فانا لازم الفقر حجمها يبقى أطخم واخد بالك ازاي يبقى كل لما بنزل لتحت البادي عمال يبقى أطخم بصي على المنظر المختلف تاعة ال spinous process كلام ظريف جدا بص على الفقرة من وراء بص منظر الفقرة من وراء بتاع الثراثك منظر characteristic ورهيب جدا شوفوا رشقين في بعض ازاي الفاسد جوينتز ها واحدة قدام واحدة وراء قدام وراء وبالتالي صعب جدا ان هذه الفقرات الثبتة جدا انها يحصلها ايه انها يحصلها instability وده بالنسبة دي الثراثك vertebra طيب تعال انا بقى نتكلم على اللمبر اللمبر اللي هما مين اللي هما الفقرات القطنية اللي هما كانوا كم فقرة خمس خمس فقرات قطنية وهنا بقى لما هتكلم عنهم اقولك ده دول اكتر ناس شايلين وزن الجسم الفقرات القطنية دول ده انا كمان انا بقى شايل ايه الجمجمة بالرقبة بالثوركس بالابدومن وبالتالي فانت اكتر فقرة شايلة وزن الجسم هو دي القاعدة العامة بتاعت الفقرات القطنية انا مش قادر انا شايل وزن الجسم يا باشا وبالتالي هتلاقي الفقرات القطنية بتستفيد من عمتها الاكسس الاكسس قالت لها عشان انا اشيل بس الجمجمة كان لازم تبقى ضخمة عنيفة وبالتالي فالفقرات القطنية كده الفقرات القطنية انت لو مسكتها اول حاجة تيجيب بالك ايه الفقرة الملازلازة دي فقرة تخينة ضخمة فخمة كلها عظم كده ونشفة جدا علشان خاطر ايه علشان خاطر دي شايلة معظم وزن الجسم دي اول حاجة احنا ملاحظونا في الفقرات القطنية حجمها وضخمتها وسمكها كل حاجة هنا تخينة يا باشا اي حاجة تخينة مش قادر كله تخين يعني ده اول حاجة دي سباينال كنال عادي سباينال كنال الموجودة نفس القاعدة قدامي مين قدامي بادي لا مش بادي عادي بادي تخين معالش بادي تخين جدا ادخن بادي فرتبري هو مين هو اللمبر ليه اكتر واحد شهر الوزن الجسم تمام تمام على الجنبين ايه دي باديكل عادية ينهر رسو ايه كل البيديكل دي مش قادر مش قادر لا مش قادر عايز احط عايز احط بصمار يا جماعة مش قادر البيديكل الحلوة دي كل دي بيديكل ده اغرق شديد ان يحطه بصمار مش قادر يبقى قدام بادي وعلى الجنبين بيديكل ومن ورا مين لامنة ماشي فيش مشكلة خارج منها سباينة سبروسس بس بص شوفوا سباينة سبروسس هنا عادي تخين يعني بص بتاع الثراسك كان ايه كان مدبب وطويل وديريكت بوستر وينفير لا لا انا سباينة سبروسس عادي بس اهم حاجة تخين تخين تصرف ابقى تخين وخلاص بص المنظر بتاع سباينة سبروسس هنا ظريف جدا وعلى الجنبين ترانسفيرس بروسس عادي جدا وبعدين زي ما اتكلمنا في الثراسك برضو عندك الفاسد سبير وينفير فاسد صح سبير فاسد هيمسك في الانفير فاسد في الفقر الفقي وينفير فاسد هيمسك في سبير فاسد الفقر التحتية وبينهم بارز انتر ارتكيلارس بس بص هنا بقى الوريينتيشن بتاع الفاسد ايه الله السبير ارتكيلار فاسد باصس لجوه والانفيرير ارتكيلار فاسد باصس لبرة ايه ده ايه ده يعني الفاسد بصين يمين وشمال اه يعني الفاسد بصين ساجتل ايوة الوريينتيشن هنا ساجتل يعني معنى كده ان الفاسد بتاعة اللمبر ممكن انها تتزحلق اه طبعا فممكن عادي جدا يتسيبوا من بعض ويتزحلقوا ويحصل تزحلق فقار يحصل وده بنشوفه اكتر في اللمبر فرتبري ليه علشان الوريينتيشن بتاع الفاسد في اللمبر فرتبري ايه ساجتل وحدة بص يمين وحدة بص شمال يعني جنب بعض الله لكن ما يحصلش الكلام ده في الثراثك ليه اصل الوريينتيشن بتاع الفاسد كان ايه كان كورونال كان فاسد بصص لورا وفاسد بصص لقدام مش هيحصل تزحلق في المنطقة دي وكذلك في السيرفايكل على فكرة مش كومن ان يحصل سيرفايكل بتحصل دابس مش كومن ليه الوريينتيشن بتاع الفاسد كان ايه كان اكزيال بص واحدة بص فوق واحدة بص لكن مين اللي يحصل عنده تزحلق بسهولة اللمبر ليه الوريينتيشن بتاع الفاسد بتاعه ساجتل واحدة بص مين واحدة بص شمال دي حتة مهمة جدا دي حتة مهمة جدا يبقى عرفت البادي الكبير الضخم الفخم عرفت البيديكل المغري الشديد الاغراء ليه تركيب المسامير البيديكل التخين على جنبين الاسباينا الكنال عرفت اللامنا والاسباينا سبروسيس التخين والtransverse بروسس التخين وعرفت الايه الفاسد سوبيير فاسد ووافى فاسد وعرفت ان الوريينتيشن بتاع السوبيير فاسد ايه انه باصس لجوه والانفير فاسد هو باصص لاترال يبقى السوبيير فاسد باصص بتاع الفاسد والترانس فاسد في بروسس كده اسمه мем للبي لازق عند مش لازق يعني هو بروس خارج من السوبيل فاسد وفي بروس تاني كده جنبه عند الترانسفيرس بروسس كده اسمه اكسيسوري بروسس يعني عارف هم مهمين بالنسبة لنا بصراحة الماميلر بروسس والاكسيسوري بروسس دول مهمين جدا وإحنا بنتكلم بقى كده عن الانتري بوينتز لتركيب المسامير مش قادر بقى أنا غرق شديد بصراحة نركب المسامير اسمه علينا اعرف بس المعلومة بتاعت الماميلر بروسس والاكسيسوري بروسس اللي موجودين عند السوبيل فاسد والترانسفيرس بروسس بتاعت الفرتبري يعني اعرف كده ان هما ليهم دور مهم بالنسبة لنا ان هما زي anatomic landmarks للانتري بوينتز المسامير في اللامبر بص على الصورة دي المنظر اللي انت شايفه فقرة كبيرة جعلوسة برضو كل لما تنزل تحت كل لما البادي اوف دا فرتبرا بيكبر بيضخم أنا جاي اشتغل support انا جاي اعملك support دي الجسم كله واخبالك وبصيلي على الصورة دي مهمة جدا وانا بص على الفقرة من وراء بص الorientation بتاع الفاسد هنا عامل ازاي بص الجمال الفاسد ايه ماشي بالطول فاسد يمين وفاسد شمال بس الفاسد line ماشي بالطول هو دا اللي بيخلي الفقرة انها ممكن تتزحلق دا اللي ممكن يخليها تحصل لكن ارجع كده فتكر منظر الثرسك والفاسد عامل ازاي دا الفاسد ماشي ايه ماشي كورونال قدام وراء مش يمين شمال وعشان كده الثرسك فيرتبري صعب جدا ان يحصل فيها تزحلق كلام مهم جدا جدا وتفرقة هائلة وخطيرة ما بين الثرسك واللمبر فيرتبري وخلي بالك وانت ماشي من الثرسك لللمبر كلما تنزل تحته كلما حجم الفقرة عامل ان هو ايه يكبر بشكل هرمي واضح جدا علشان كل لما تنزل كلما وزن الجسم بيزيد وده الفونكشن الرئيسية بتاع جفع العمود الفقري اللي هو اللي ثراكه للمبر سيجمنت ان هو بيشيل وزن الجسم مهم جدا الفرق ما بين الفاسد جوينتز تاع اللمبر والثرسكه طبعا في السيرفايكل فيرتبري طيب اللمبر فيرتبري ما سكف بعض ازاي عادي جدا بقى من قدام انتر فيرتبري ديسك فيش كلام فيش نقاش ومن وراء عندك الفاسد جوينتز اللي هي تطبع برضو ايه اكتر واحدة غلبانة فيهم بقى اللي هي ماشية بالايه بالسجد الوريينتيشن دوت هو ده السابورت بتاعنا وعندك شوات ليجيمنت برضو لكن بصراحة اللمبر فيرتبري هي اكتر فيرتبري شالة برضو وزن الجسم وعليها مجهود جبار وضخم عشان كده معظم امراض العمود الفقري بتبقى في اللمبر معظم الانزلقات الغضروفية في اللمبر سيجمينت معظم التزحلق في اللمبر سيجمينت معظم الكناليستينوزز في اللمبر سيجمينت هي شائلة كل حاجة جماعة هي شائلة كل حاجة وكمان عندها الفاسد وبالتالي ففرصة حدوث التزحلق في المنطقة ديت كبير الفانكشن التانية للعمود الفقري اللي احنا كنا عارفينها اللي هي ساببورت لنيورال ستركترز مش كده الثوراسيك فيرتبرا بيبقى جواها في الجوة سنترل سباينال كنال عندنا مين عندنا الاسباينال كورد كلام منطقي طب واللمبر فيرتبري الناس اللي فاكرة الابر لامبر سباينال كنال فيها فعلا الجزء الاخير من الاسباينال كورد اللي بينتهي بمنطقة الكونس ميدالارس فين عند اللوار بوردر من بين الوان واللتوك ديسك كده بيبقى ده نهاية الاسباينال كورد وبداية الايوا بقى الناس المسح صحة الكودا اكواينا الكودة اكواينا اللي هي عبارة عن الروتز بتاعة اللمبر والسيكرال اكوكسيجيال نيرفز اللي نازلة بقى جوة الاسباينا الكنال في الجزء السفلي من اللمبر الاسباينا الكنال عشان بعدكها تخرج من ايه من الفورامين طيب ده اول حتة مهمة بالنسبة لي لكن في حتة تانية مهمة جدا بقى اللي هو مين بقى الانيورال فورامين الفورامين اللي هو المنطقة اللي عملت لما حصل الفاسد سلتقوا ببعض وعمل لي هذا الانيورال فورامين اللي هو ايه اللي هو حدوده من فوق البيديكل وحدوده من وراء الپارز وحدوده من قدام البيدي بصوخ بالك معايا ركز معايا في حتة مهمة جدا اللي هو الجزء بتاع الايه الانتر فورامين انا قدامي مين البيدي فوقية وتحتية مين البيديكل وراء مين الفاسد جوينت التقاء الفاسد جوينت هو ده الانتر فورامين هو ده المكان اللي بيعدي منه الروت صح ولا ايه وكنا في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن السيرفايكل سيجمينت عرفنا ان الروت بتاعت السيرفايكل الفرتبري بتعدي فوق اللايكت نمبر فرتبرا صح؟ يعني C1 يعدي فوق C1 C2 يعدي فوق C2 C5 يعدي فوق C5 C7 يعدي فوق C7 طب C8 اه ما احنا عارفين بقى ان احنا عندنا سبعة سيرفايكل فرتبري فقط لكن عندنا تمانية سيرفايكل كورد سيجمينت فعرفنا ان C8 بيعدي فين بقى بيعدي تحت C7 الله وبالتالي كده نبدأ بقى نقلب يبقى T1 هيعدي تحت T1 T5 هيعدي تحت T5 L1 هيعدي تحت L1 هيعدي تحت L1 فين بقى يعني مثلا لو قلنا ان الفقرة اللي قدامك ديت L1 واللي تحتها دي L2 يبقى الـ Intervertiberal Foramen اللي انت شايفه قدامك ده المفروض يعدي أي root اه المفروض يعدي L1 root صح اللي هو تحت الفقرة بتاعت اسمه برافو عليك يعدي L1 root هيعدي منين من الفورمين هيعدي من الفورمين صح برافو عليك انا معاك هيعدي من الفورمين فين تحديدا من الفورمين بقى هيعدي تحت الـ advanced يعني هو مش خارج من كل الفورمين دي لا هو خارج تحديدا من تحت الايه البيديكل يعني فيه اعلى الفورامين اعلى حتة في الانترفرتبرا الفورامين ده بيعد بنربه فيها مش هواخد الفورامين كله لا في اعلى حتة تحت البيديكل بالضبط وهو ده مكان خروج الروتز سواء كان ثوراسك او كان لامبر روتز بيعده تحت البيديكل of the light number vertebra يعني لو تي 1 يبقى تحت البيديكل بتاع تي 1 لو تي 7 يبقى تحت البيديكل بتاع تي 7 لو روت L1 تحت البيديكل بتاع L1 لو روت L5 تحت البيديكل بتاع L5 كلام مهم جدا جدا واعتقد ان احنا كده يعني نبقى غطينا بشكل كويس الثوراسك فيرتبري واللمبر فيرتبري عرفنا التشابه المهمة بينهم بص كده وتعالى نفرق ما بينهم بمنتهى السهولة ادي الثوراسك هيبقى دايما على الشمال واللمبر علمين ادي البادي بتاع الثوراسك والبادي بتاع اللمبر يعني باديك كبيرة لكن هو وضح طبعا من اللمبر أضخم الباديكل بتاع الثوراسك وباديكل بتاع اللمبر برضو الاتنين باديكل سكوبر لكن اللمبر طبعا أضخم بصل ال Organized Spinal Process بتاع الثوراسك هتلاقي ان هو مدبب وباصل تحت وبصير لكن انت اللمبر هو بس باصل وراه واضخم والترانسفيرس بروس على الجنبين الفاسد مهم جدا الفاسد جوينز والانفير ارتكيلر فاسد بينهم بارز انتر ارتكيلاريس بتاعتهم مختلفة ومهمة جدا الثرسك الوريينتيشن is كورونال يعني السوپير فاسد باصل لورا والانفير فاسد باصل قدام اما اللمبر لأ الوريينتيشن الساجتال السوپير فاسد باصل والانفير فاسد باصل الاترالي والشان كده الثرسك سباين is more stable واللمبر سباين عرضة اكتر ان يخش فيه سبنديلو لايفيسز فيه خصائص مهمة بقى في الثرسك فرتبرا اللي هي وجود الكوستال فاسد وعرفت ان فيه عندك سوپير وانفير كوستال فاسد السوپير كوستال فاسد فيه عندك كوستو فرتبرا الفاسد وكوستو ترانسفيرس فاسد وفيه عندك انفير فاسد اللي هي التقاء الريب اللي تحتية بالفقرة وعرفنا معنى كده ان الفقر رقم 12 ما فيهاش انفيرير كوستال فاسد لكني كمان عرفت فيه حاجة خاصة كده موجودة فيه اللمبر فرتبري هو وجود بعض البروزيسز على الترانسفيرس بروزيس وعلى السوپير فاسد عندك حاجة اسمها ماملري بروزيس وعندك حاجة اسمها اكسيسوري بروزيس والتو بروزيس دول زي ما عرفنا ليهم دور مهم فيه هيساعدونا كلاند ماركس للايه الانتري پوينت للمسامير تاع اللمبر فرتبري عرفنا ان سواء كان في الثراثيك او اللمبر فيهم نيورل ستركترز سباينال كورد موجود في كل الثراثيك سيجمنت والحد وراء الفرس لمبر فرتبري لكن بعد اللور بوردروف الوان بيكمل جوه الاسباينال كنال الكودة اكوائنا وعرفنا كمان الانتر فرتبرا الفورامن اللي ما بين الفقرة والفقرة وعرفنا ان هذا الفورامن بيعادي مين بيعادي النيرف روت تحت البيديكل of the light نمبر فرتبرا ده يعتبر زي اناتومي of the thoracolumbre فرتبري توقلي بقى ان انا اتعرف شوي على الفقرات دي موجودة فين بقى الفقرات دي موجودة فين والله الثراسك فرتبري موجودة حضرتك في الثوركس صح طب واللمبر فرتبري موجودة فين موجودة في الابدومن ماشي كويس جدا طيب قولي كده ايه الحاجات اللي قدامي وايه الحاجات اللي ورايا يعني طيب على نشوف يعني مثلا قدام الفقرات ودي حتة مهمة جدا قدام الفقرات في great vessels قدام الثوراك ولمبر فرتبري في great vessels عندي اورطة كبير جدا اللي هو بسميه descending aorta في جزء منه موجود في الثوركس قدام الثوراسك فرتبري وبسميه thoracic aorta وبجزء منه موجود في الابدومن قدام اللمبر فرتبري وبسميه abdominal aorta صح ولا ايه ده موجود غالبا على الشمال في الناحية الشمال من ناحية اليمين من قدام او يعني على اليمين شوية من قدام برضو الفقرات بلاقي فيه ايه inferior vena cave برضو طالع من تحت الفوق كده عشان عايز يوصل الى القلب وبالتالي فيبقى انت عارف ان الفقرات directly قدام الفقرات عندك ايه عندك major vessels هنا عندك الاورطة اللي هو descending aorta وعندك inferior vena cava الاورطة على الشمال والانفيرو vena cava على مين ودي حتة مهمة وخطيرة ان انت لو شغال ها وعايز تخش من قدام مثلا لو انت بتفكر تخش anterior approach حضرتك فيه great vessels في وشك اورطة و vena cava انا مش هتكلم بعد كده ها فدي الحاجات المهمة اللي انت لازم تكون عارفها طبعا غير كده بقى بقية الكونستيطوينس اللي موجودة في الثوركس والابدومن كل دول قدامك يعني الثوركس في قلب حضرتك في النص وعندك رئتين مساء الخير يعني غير طبعا الريب كيج اللي اتكلمنا عنه طب الابدومن اه حرك ده في كل حاجة بقى كليتين بقى وعندك من قدام بقى فيه stomach و pancreas و liver و spleen و small intestine و large intestine وكل اللي الحلو دي و bladder بقى كل ده موجود عندك هم او ال bladder ده موجود في البلفز مش معنا المهم يعني شايل حضرتك كل ده حرك شايل الوزن بتاع كل الابدومن بكل ما فيها والثوركس شايل الوزن بكل الثوركس بكل ما فيه وبالتالي بصراحة anterior approach للثورسك والlumbre segments و the vertebral column مش سهلة و مش سهل ان انت تاخد قرار انك تشتغل anterior approach عايز اخش مثلا anterior approach في الثوركس حرك نشلك القلب يعني عشان تشتغل ولا نشلك الورطة عشان حركة مبسوط و كده كده لو انت هتشتغل يعني anterior approach مش احنا اللي هنفتحه يعني انا بصراحة او احنا كneuro surgeons مش احنا اللي هنخش نفتح thorax او نفتح abdomen عشان نوصل anterior approach لازم هيكون معنا حد من زميالنا بتوع الكارديوثراسيك سيرجري لو انا مضطر يعني اخش يعني ابص من قدام او حد من زميالنا بتوع general surgery او حد من زميالنا ان هو يساعدون ان احنا نوصل لكده والتالي فاحنا افناء دراستنا ليه الابروتش مش هنتكلم طبعا عن الانتير الابروتش في الثوراسيك والأبدوم لان احنا ما نعرفهمش ومش من ضمن دراستنا هو الانتير في المناطق دي اه ممكن نعرف الانتير في الرقبة للموضوع بسيط وسهل واناتومي بسيط وممكن نحنا نعمله لكن لكن لما اتكلم على الثوراكس والابدوم نلاقي هنا بقى لازم نحترم نفسنا بقى ومش كل حاجة احنا نعرفش نعمل كل حاجة وبالتالي فالانتير ستركتر اللي related للثوراك واللمبر فرتبري صعب جدا ان احنا لوحدنا كنيورو سيرجنز نأبروش بالطريقة دي وبالتالي ده بيخلينا دايما نقول ان الابروتش للثوراك واللمبر فرتبري غالبا هتبقى يا اما بوستيرير أبروش وده الأكتر او lateral approaches اللي هي نيجي على الفقرة او نيجي على الفقرة من الجنب اللي برضو ده ممكن يساعدنا ان احنا نوصل للانتيرير بارد بتاع الفقرة لان زي ما قلنا ال direct anterior approach للفقرة صعب جدا ويحتاج مساعدة من زملاء منتخصات اخرى وبالتالي فاحنا غالبا زي ما هنتكلم في محاضرات ال approaches هنركز اكتر على اللي موجودة وراء الفقرة ولاتراليها وخلينا النهاردة وخلينا النهاردة نبدأ نتعرف شوية على بعض من هذه ال structures احنا مثلا عارفين الثوراسيك vertebral لاتراليها مين والله لاتراليها ال ribs صح الضلوع الضلوع بقى وبين الضلع والضلع فيه intercostal muscles وعارف طبعا ان ال ribs ديت في الجزء التحتاني منها كده بيكون فيها neurovascular bundle منطقة دي بيمشي فيها ال intercostal nerve وال vessels وكلام ده يعني برضو ده حاجة مفروض تكون عارفها لو هتتعامل مع الثوراسيك سباين بقى انت عارف ان هنا فيه rib حضرتك والرب ده طالع من عالجنبين وفي intercostal muscle وفي neurovascular bundle في المنطقة دي كلام ظريف جدا طيب لما تنزل تحت عند اللمبر اللمبر هنا مفيش ريبس مش كده ولا ايه سينها ممكن مثلا تلاقي فيه عضلات يعني فيه عضلات لو انت ببص lateral lateral للفقرة فيه عضلة مثلا اسمها suus muscle دي جزء من عضلة اسمها ileus suus مش مهم عضلة اسمها suus muscle العضلة دي مسكة اللمبر vertebral من الجنبين مسكاهم فين مسكاهم في الفيمر تحت مسكاهم في الفيمر هي اللي بتساعدك انك تعمل hip flexion شوهم عضلة ال ileus suus دي مهم يعني فالsuus muscle دي عضلة ملصقة تماما لللمبر vertebral على الجنبين اسمها ايه اسمها suus muscle فيه منهم واحدة major واحدة minor شوهم اسمها ايه اسمها suus muscle فدي ده structure يعتبر ان هو lateral للفقرة يعني عرفنا كده يعني الثلاث vertebral لها الربس والمكونات بتاعتها وتحت عندك عضلات كده اللي هو السوس muscle لكن تعالا هنتكلم على الحاجة المهمة اللي عايز اتكلم عنها في حالة النهاردة اللي هي muscles of the back همرة فاتتكلمنا عن muscles of the neck وغصنا في بحور النك من قدام ومن وراء لان انا كنت عايز اخش من قدام ومن وراء انما لما اتكلم بقى في الثراك والامبر انا مش اتكلم على المسل اللي قدام اصلا لان انا ان شاء الله هتبقى ايما posterior approach او lateral approach وتعالى نبدأ نتعرف على المسل of the back لما اتكلمنا عن المسل of the neck او تحديدا المسل of the back of the neck عرفنا انها عبارة عن طبقات طبقة فوق طبقة فوق طبقة طبقة لما اتكلم على الباك مش عايز اقولك على الطبقات اللي هنغوص فيها مع بعض دلوقتي طبقات كتيرة جدا اول طبقة اللي هي بسميها الطبقة السوبرفيشيال الطبقة الخارجية من الظهر المحيطة بالظهر ككل وبارة عن اربع عضلات دي الطبقة السطحية اربع عضلات اول عضلة انت سمعت عنها المرة اللي فاتت اسمها ايه الترابيزيس مصل فاكر الترابيزيس مصل ديت اصلاها كانت تعتبر عضلة سطحية برضو في الرقبة صح ولا ايه ما هي اصلاها عضلة كبيرة جدا ونزلة مغطية الرقبة كلها من وراء تعتبر برضو باك او مصل اف دا باك اف دا نك وبعدين رجع الوراء مسكة في الكتف وبعدين لفة ونزلة بص عاملة ازاي عاملة زاكل الرومبويد كده نزلة لحد مسكة في ايه في الظهر من وراء فدي اسمها عضلة الترابيزيس مصل عضلة الترابيزيس مصل فاكر النرف بتاعها دي كان ايه ناس الجامدة بس بفاكرة برافو عليك الاكسسوري نيرف جدا اكسسوري نيرف كان الاكسسوري نيرف كان بيدي العضلة دي ترابيزيس وبيدي سترنو كليدو مستويد يا سلام عليك سلام على الاناتو من انت فهم ما عليك يبقى دي اول عضلة واول طبقة من العضلات عندي عضلة الترابيزيس مصل ودي اول عضلة في العضلات السطحية اللي مغطية الضهر او الواحدة من الباك مصل بس واضح ان الترابيزيس مصل مغطية ايه مغطية الجزء العلوي من الضهر بالرقبة طبعا مغطية الجزء العلوي من الضهر الجزء السفلي من الضهر اللي هو مغطية بقى لكل الجزء بتعريب كيج ومغطية بقى الجزء لحد الهيب بون تحت عضلة تانية كبيرة جدا اسمها لاتيسمس دورساي اسمها ايه لاتيسمس دورساي واضح انها كان مغلفة الضهر كيف مغطية بقى السباين بالسباين اسبروسس بقيتها ومغطية بقى الجزء بتاع الثوركس بالريب كيج مغطية الابدومين كله ومسكة في الهيب بون من تحت وطلع اللاتيسمس دورساي دي مسكة في الايه مسكة في الهيومرس في الدراع الله مسكة في الهيومرس السلام عن الكلام الجميل دي اسمها ايه لاتيسمس دورساي بشوف انا بس بالترابيزيوس وباللاتيسمس دورساي غطيط لك الظهر كله غطيط لك الجزء بتاع الثوركس والابدومين كله مع بعضه بالترابيزيوس واللاتيسمس دورساي ودول اكبر عضلتين موجودين في منطقة الآيه الظهر الترابيزيوس من فوق واللاتيسمس دورساي من تحت تحتهم برضو في المنطقة السطحية للظهر يعني في عضلتين في عضل اسمها رومبويد مصل رومبويد مصل دي مسكة بتاعة الثوراسيك فيرتيبري بالسكابيولا اللي هي لوح الظهر يعني في عندك الرومبويد في حاجة اسمها رومبويد ميجور دي كبيرة شوية رومبويد ماينور اصغر شوية رومبويد ميجور رومبويد ماينور دول يعتبره تحت الترابيزيس على طول اللي هما برضو يعتبر ده جزء سطحي او في العضلات السطحية للظهر الرومبويد ميجور والرومبويد ماينور لمسكين بتاعة السيرفايكل او بتاعة اللور سيرفايكل الأبر ثراسيك فيرتيبري بالسكابيلا كان في عضلة تانية برضو كنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانها واحدة من عضلات الرقبة لكنها تعتبر برضو عضلة من عضلات الظهر من فوق او في اعلى عضلات الظهر اللي هي اللي كانت مسكة في الترانسفيرس بروست على السيرفايكل الفرتبري بالسكابيلا فدي تعتبر برضو عضلة سطحية موجودة في اعلى الظهر وبالتالي يبقى كده انا عندي كام عضلة موجودة في او سوبرفيشي المسل موجودة في الظهر اربعة اهمهم من غير كلام من الترابيزيس من فوق واللاتيسمس دورساي من تحت دايريك لتحتهم بتلاقي مين بتلاقي الرومبويدس موسلز اللي هي الرومبويدس ميجور ورومبويدس ماينر ومن فوق عندهم كمان الايه اللي فيتور سكابيلا دي كده اول طبقة دي اول طبقة من العضلات الطبقة اللي تحتها على طول طبقة من العضلات اسمها سريتس موسل السريتس موسل هي عضلة عبارة عن شرايط من العضلات كده شرايط من العضلات مسكه بتاعة الفيرتبري بالربز يعني بتعمل اتصال مباشر ما بين الاس باينز موسل بالربز خلي بالك الرومبويدس موسل كان بيربط ممين بالسكابيلا يلبط بالسكابيلا فدي كان سطحية شوية ديب عنها السريتس موسل اللي بتربط بتاعت الفرتبري بالريبز ودول اللي بسميهم سريتس بوستيرير مصل سريتس بوستيرير واضح انه فيه سريتس انتيرير مش تابعنا مش هاشوف انا بتكلم عن السريتس بوستيرير مصل اللي هي ايه اللي في الظهر السريتس بوستيرير دور اتنين واحدة فوق واحدة تحت فسمتهم ايه سريتس بوستيرير سوبيريور مصل وسريتس بوستيرير انفيرير مصل serratus posterior superior muscle وسerratus posterior inferior muscle بقى انا كده عرفت الطبقة السطحية خالص للظهر عندي الترابيزيوس والاتيزمس دورساي دول اهم حاجة تحتيهم بلاقي من فوق كده مين الرومبويدس ميجور وماينور اللي مسكين ال espinus pros في الاسكابيلا واللي فيترو اسكابيلا اللي مسكة ال cervical vertebral في الاسكابيلا تحتيهم بلاقي مين بلاقي السerratus posterior muscles اللي مسكة ال spinus process في الايه في ال ribs عندك serratus posterior superior وسerratus posterior inferior تمام تمام كده عرفتك انا خلصت طبقتين كده انا خلصت طبقتين الطبقات اللي بعد كده بقى طبقات عميقة جدا في الظهر وطبقات على direct relation بقى للايه للسباين او الفرتبري مباشرة الطبقة اللي بعديها تاني الطبقة اللي بعد لما دخلت بقى جوه اكتر لقيت فيه عضلات اسمها splenius muscles الله فاكر splenius muscles ايوة انا كانت عنه مرة اللي فاشت عرفت ان فيه حاجة اسمها splenius capitis صح اللي مسكة الجمجمة في الايه في ال spinus process بتاع ال upper thoracic مش thoracic تابعنا تابعنا يا باشا خش معايا splenius services فيه كمان عضلة موجودة هنا deep وعلى نفس اللير بتاع splenius muscles بس العضلة ديت بص بقى زي ما انت شايفها كده واخدى الفقارات كلها من فوق لتحت بال ribs بال posterior part of the abdomen واصل الحاد ال hip bone عضلة فضيعة جدا والعضلة ديت هي العضلة الرئيسية المسؤولة عن انك تصلب ضهرك ومسؤولة عن انك تعمل erection لل spine تخلي ال spine بتاعك واقف تصلب طولك كده وتفرض ضهرك ضهرك حاجة حلوة كده الله اسمها ايه العضلة دي اسمها على اسم شغلها اسمها erector spiny muscles ودي مش عضلة واحدة دي دي حفتة من العضلات نشوفها حالا دلوقتي يبقى ال erector spiny muscles هي مجموعة من العضلات مسكة من حد من اول الجمجومة فوق والبع كده في ال cervical vertebral في الدorsal vertebral في ال lumbar vertebral وهي معدية في النص معدية مسكة برضو ال rib cage لحد ما توصل الى مين لحد ما توصل الى ال hip bone الله الله اسمها ايه دي اسمها erector spiny muscles والerector spiny muscles دول تلاتة groups تلاتة عضلات من medial لل lateral كذا ما احنا شايفين عضلة اسمها spinalis the most medial spinalis اللي مسكة ناحية ال spinous processes في النص عضلة اسمها longismus اسمها ايه longismus وضع احنا اطولهم على الاطلق هي اطول واحدة فيهم اسمها longismus ووحدة اخيرة بتربط ال ribs به ال hip bone ال hip bone اسمها ال hip bone اسمها iliocostalis احنا فين كلمة كوستو يعني ايه يعني rib و ال hip bone فعندك ال iliocostalis يبقى ال spinalis وال longismus وال iliocostalis عبارة عن تلات عضلات مع بعضهم يعمل لي ايه مجمع ال erector spiny muscles اللي موجودة في الظهر يبقى انا كده عرفت من السطح خالص عندي مين عندي من فوق trapezius ومن تحت اللاتيسمis dorsi deep ليهم direct deep ليهم كده عندك الايه العضلات اللي هي متصلة بالسكابيلا اللي هو ال rhomboidus major و minor ما بين ال spinous processes والسكابيلا وعندك اللي vitro scapuli ما بين transverse cervical vertebral والسكابيلا دخلت ديب اكتر لقيت مين لقيت serratus posterior muscles اللي ما بين ال spinous process وال ribs اللي هو ايه serratus posterior superior وسerratus posterior inferior دخلت ديب شوية لقيت مين لقيت ال splenious muscles بس ده من فوق عندك ال splenious capitis وال splenious services ولقيت في نفس اللي ارضيت عضلة مهمة جدا اسمها erector spiny muscles واخدك كل الفقرات بالطول زي ما انت شايف كده وبتساعد على انتصاب العمود الفقري عشان كده اسمها erector spiny muscles زلول ثلاثة عضلات او ثلاثة group of muscles from medial to lateral spinalis most medial وبعد كده longismus والmost lateral ال iliocostals بعد كده جوه خالص بقى في بعض العضلات اللي هما الصغيرين اللي هوا direct relation بقى ال spine ولكنهم على خفيف كده شوية عضلات خفيفة كده زي مسلا عضلة اسمها semi spinalis اسمعت عنها انت قبل كده على فكرة semi spinalis تخدت قبل كده semi spinalis capitis صح واخدنا كمان semi spinalis services صح خدناهم مرة بفاكت دول يعتبروا برضو مسكين في اعلى جزء من الثوراسك سباين فيعتبروا تبعنا برضو في المسل وفيه كمان استكمالا ل semi spinalis services في حاجة اسمها semi spinalis thoracis اللي هي مسكة برضو في الثوراكس او ديب ممكن موجودة اكتر في الثوراسك سباين دي تعتبر واحدة من العضلات الديب اللي هي semi spinalis muscle واخر عضلة ديب خالص اسمها ايه اسمها multi feedus بتاع الفرتبري مسكة العضلة بتاعت المالتي فيدس من اول فوق خالص حتى من عند الثوراسك من عند السيرفايكال الفرتبري نزولا الى الثوراسك واللمبر الفرتبري والله كلام عبيض وكلام سهل هي دي muscles of the back موضوع بسيط جدا عرفنا الترابيزيوس واللاتيسمس دورساي وتحتيهم الرومبويدس ميجر وماينور والليفيتروس كابيلا ثم نزلنا بعد كده شفنا ومعهم العظيمة الخطيرة اللي هي عبارة عن واللونجسمس والإليوكوستاليس شفنا بعد كده السمي سبايناليس كابيتيس وسيرفيس وثوراسيس وانتهينا بالمالتي فيدس مصل اعتقد يعني حلقة النهار ده حلقة مهمة اتكلمنا فيها عن الجزع الرئيسي للعمود الفقري اللي هو الثوراكو لنبر فرتبري عرفنا شكل الثوراسيك فرتبري واهم خصائصها الخاصة بوجود الربز والكوستو فرتبري وعرفنا كمان اهمية الفاست جوين ما بين الثوراسيك فرتبري والوريينتيش بتاع الفاست جوين اللي بيخليها موست ستيبل او اكتر فقرات ستيبل في العمود الفقري عرفنا كمان اللنبر فرتبري الضخمة التخينة بكل مكوناتها والوريينتيش المهم بتاع الفاست بتاعها اللي بيخليها اكتر فقرة عرض ان يحصل لها تزحلق للفقرات عرفنا كمان الفقرات دي مسكة باعة طبعا بالانتر فرتبري ديسك غير الفاست جوين وتعرفنا كمان على الستراكترز اللي موجودة قدام الفقرات واللي خلى صعوبة التدخل الجراحي من الامام بالنسبة للثراسك واللمبر فرتبري ولكن عرفنا الستراكترز اللي موجودة من وراء واهمهم طبعا المسل والترتيب والطبقات المختلفة المسل احنا كده خلصنا معظم طبعا الاناتومي يتبقى لي جزء اخير من الفرتبري اللي هتكلم عنه الحلقة الجاية ان شاء الله الجزء المسؤول عن نقل وزن الجسم من الفرتبري الى اللور ونتكلم ان شاء الله في الحلقة الجاية عن الاناتومي نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله كان معكم احمد زهران